السلام عليكم اتمنى من كل قلبي تكونو كتشاهدو هاد الفيديو انتم كتتمتعو بصحة وعافية ان شاء الله اليوم غادي نتقسم معكم بسبو ساكيك كتجي رائعة جدا كتجي غانية ولديدة بزاف بزاف كتجي مبس بس وحبة حبة وممكن تحضروها بدون سكر يعني غير بالمكونات اللي غادي نعطيكم يعني تستغنو نهائيا على السكر لان بزاف ديال اخوات كيبغيوا وصفات بدون سكر فكنتمنا ان شاء الله تبعوا معي وتسمعوا جيدا للنصائح وتبعوا طريقة تحضر لانه مهمة جدا نجاح الوصفة فبسم الله وعلى بركة الله فإناء وضعت سبعات الحبات بالنسبة للتمر اي تمر متوفر عندكم اذا ما متوفرش عندكم التمر وعندكم التمر المعجون فممكن يعني تعملوا نصف كأس من التمر المعجون بالنسبة لي ما متوفرش عندها التمر نهائيا فغا تستغنى ان شاء الله على التمر وغادي تبع معي الوصفة وغادي توضع السكر فعملت بعدي الحبات ديال التمر مع كأس من الحليب ما يعادل 150 ميليلتر مع كأس من الزيت ما يعادل 150 ميليلتر وغادي وغادي نطحنه جيدة بالميكسور ممكن تطحنه بأي خلط كهربائي فالإناء عندي شي شوية واسع الخليط كان غادي تغليه فاقلبته هكا في هاد الكأس ديال الميكسور لي صغير باش هكا يتطحليه مزيان ويبقوا ما يتغليه شي بالنسبة إذا كان عندكم التمر شوية قاسح ذاك النوع الجف فممكن ترقدوه في الحليب يعني تخلي واهم رقد واحد شوية عطحنه إذا كان عندكم هاد التمر اللي كيكون معلك أو التمر المعجون فمباشرة تمشيوا في الوصفة ديالكم فمن بعد مطحنت التمر مع الحليب والزيت كيصبح بهات الشكل دابا غادي نضيف جوج بيضات بالنسبة للبيض يكون هكا حجم متوسط ما كبارين شي وما تغارين شي غادي نوضع ربع كأس من السكر تقريبا مع القوحدة حلوة ما كيجيش هاد البسبوسة حلوة بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش السكر ستغنوا عليه نهائيا كتافي وغير بالتمر كيجي رائع جدا غادي نوضع أيضا علبة من ياغورت شوكولا بوزن خمسين غرام إذا ما متوفرش ياغورت شوكولاة وضعوه أي علبة من ياغورت تكون هكا بقياس خمسين غرام رشة صغيرة من الملح وغادي نخلط بالخلاط اليداوي بالنسبة إما تخلطوا بخلاط يداوي أو بالطرب اللي كان طلعوا به الكيك أو الجنواز ما يكونش خلط لأنه غادي نوضعوا ان شاء الله الساميد مكسرت فليهذا إما خلط يداوي أو الباثور فمن بعد إما كنخلط حتى كينسجموا لي العناصر بشكل جيد غادي نضيف كيس واحد من الكاكاو المر ما يعادل سبعة غرام إذا متوفر عندكم بالعبار غادي توضعون ملعقة صغيرة مملوئة بشكل جيد من بعد إما وضعت كيس من الكاكاو غادي نخلط بشكل جيد كل مكون كنضيفوه إلا وكنخلطو بشكل جيد باش دائما الكيك دينا أو البسبوسة دينا كتجي زوينة بزاف كتجي ناجحة وكتجي طرية ومحافظة على واحد تعليكة وطرية فالطريقات دائما كتكون مهمة جدا من بعد إما خلطنا الكاكاو بشكل جيد غادي نضيف كأس واحد من الدقيق ما يعادل مئة غرام إذا ما بغيتوش تديرو الدقيق يعني تستغنوا فلوصفه على الدقيق غادي توضعو كأس من الساميدة الساميد المتوسط الخاص بالحرشة والبسبوسة كاس واحد كي عادل لنا مئة وخمسة وعشرين غرام فهد البسبوسة غادي تحتاجو تقريبا إذا وضعتو غر ساميدة غادي تحتاجو كأسين إلا ربع من بعد ما دخلت الكاس ديال الدقيق جيدا وضعت ملعقة كبيرة من القرقع مقطع قطع صغر إذا ما متوفرش القرقع ممكن اللوز أو تستغنوا على القرقع وتديرو أي حاجة من المكسارات كتبغيو وضعت ملعقة كبيرة من العينب المجفف اللي ممكن يعني إما عينب مجفف أو التمر يعني تقطعوها كا قطع ستيتوين وضيفوه وكاس واحد من الساميدة المتوسطة وغادي نخلط من بعد ما نضيفو الساميدة دائما ما نخلطوش بالخلاط الكهربائي باش سميدة كتبقى محافظة للحبيبات اللي فيها نخلطو بالباتر أو بالخلاط العادي أما بالكأس الكهربائي لا غادي نزيدو نوضعو ملعقة كتبقى اختيارية ملعقة من الككة والحلو بالنسبة الككة والحلو واللي كنوضعو مع الحالي بغير باش يزيد يعطيني اللون بل للون شوية ناقص غادي نوضع جوج اكياس من الخميرة ما يعادل 16 غرام وغادي نخلط قليلا من بعد ما نسجم الخميرة غادي نضيف قطارات من الخل تقريبا ملعقة تغيرة غير مملوئة اذا درتو هكا بالنقاط تديرو 5 ديال النقاط وغادي نخلطو 1 خليطة خفيفة كانت من القاوم ديال اللي بسبو سيكون وضح لكم قاوم اللي ما كيكونش قاسح وما كيكونش خفيف سواء ندرتو كاس ديال ضيق وكاس ديال سميدة تحصلوا على هاد القاوم هادا اذا وضعتو غير سميدة تحصلوا على هاد القاوم القاوم عافاكم ما تقصحوه شي باش تجيكم زوينة و تجيكم طرية و تجيكم حبة حبة كان عاود نأكد على حساب المبتدئات فهدا هو القاوم وواحد القاوم اللي زوين بزاف وغير من اللون و هكا يعني القاوم كيبال ليكم مزيان فغادي نحضروا المول بالنسبة للمول من الاحسن كيف كان وصيكم دائما تكونوا محضرينه من الاول بالنسبة لهاد المول قيص دياله او القطر دياله 24 سنتيم تندهنه جيدا بالزبدة و ترشوه بسميدة او ترشوه بالضقيق اللي بغيتو و تصبو الخليط ديالكم فالخليط مباشرة تصبوه لا تعطلوش عليه لان السميدة في سع تشرب اللي عندها مقلة ممكن تدير فيها عندكم شمول عندكم مقلة ديال الحرشة ايضا كتجيب البسبوسة فينا و اذا عندكم هاد المولات من هاد الشكل خفيف من الاحسن وضعوهم هكا في مقلات باش كيجي كتجي البسبوسة اول كيجي طايب زوين و كيجي رائع سندخل البسبوسة هكا بالمقلة في الفران كتطيب و تحمى يعني طيب بشكل تام يعني و كتشد راسها مزيان من الجوانب و هاد هكا كنشعلو عليها شي شوية من الفوق كنخليوها حتى كتفقد الحرارة و كنقلبوها في طبصيل فمن بعد ما كنقلبوها كتكون بهاد شك كتجي خفيفة بزاف بزاف كتجي رائعة جدا كنت منها غير مصطورة ان شاء الله توضح ليكم دابا غادي نزينوها ان شاء الله فكنخليها يعني من بعد ما كنقلبوها نزيد نخليها كحتى كتبرد غادي نتقبها جيدا بكيغدو دائما نزينو من الجيهة السفلية لانك تكون هكا مجعبو كتشرب الناس سواء المرباء او الكراميل او باش ما زينتو فاخديتو علبة صغيرة من الكراميل بواز من خمسين اه غرام اذا هنتهكى الواجه بشكل جيد اذا بغيتو تديرو ججعو او كمية كتيرة عندكم الاختيار وغادي نزينها هكا باللوز ايفيلي وشوية ديال شوكولات حبيبات تزين بسيط جدا 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 تزين دائما اللي كن فيه الاختيار تزينو باش ما بغيتو باش ما حبيتو فبالنسبة لهد الكراميل راهكا تشربونا من بعد فاذا كان مثلا عندكم اه يعني لهكا الشي مناسبة ولا الضيوف فمن الاحسن تديرو ججعو حتى التلاثة العلب باش تجيها كوحة طبقة اللي شوية عالية وتجي يكون بينها اكتر وتكون عاطية العين اكتر فمن بعد ما قسمت معكم البسبوسة كيك ديالنا كتجي بهات الشكل هذا من داخل كتجي حبة حبة كتجي رائعة جدا كنتمنى ان هي تكون واضحة لكم كتجي طرية كتجي معلكة كتجي ممتازة من احسن البسبوسات اللي ممكن تحضرو هي البسبوسة اللي كيكم فيها التمر كتجي غنية كتجي زوينة طرية والديدة كتر ما كتطورو بالنسبة انا وخوضعت فيها يعني تقريبا ملعقة ديال السكر ما كتجيش حلوة نهائيا كتجي يالله هي هديك والديدة الديدة الديدة بزاف بزاف متأكدة متأكدة مليون بالمئة اذا حضرتوها غدي تعجبكم بزاف غدي تعجب ولدتكم لانه غنية فيها الزبيب فيها الجوز او القرقع هكا فيها التمر زوينة بزاف 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 فبالنسبة ده ما بغيتوش يبال لكم الزبيب في البسبوسة ممكن حتى يعني الزبيب اي العنب المجفف حتى هو الطحنه في الاول مع التمر كي يعطيته هو ماداك رائع جدا 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 او مثلا عندكم العنب المجفف ممكن هو اللي تستعمله في الاول وتستغنوا على التمر فكنتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت تكون الوصفة ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها فعلا 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 غدي ترككم وغدي تنال استحسانكم كنتمنى لكم دائما وابدا كل ما هو جميل ودوام الصحة والعافية لكم والحبابكم ولكل ما نعزيزه غالي على قلبكم نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو اخر بحول الله مع وصفة او اقتراح جديد اذا عندكم اقتراحات تبغيتوني نحضر لكم خليوها لي في التعليق تهلوا لي فرسكم استودعكم الله دمتم في رعاية الرحمن مع السلامة اشتركوا في القناة